مصرفي لبنان وسياسيه بانتظار نتائج زيارة مرتقبة لحاكم مصرفي لبنان إلى واشنطن هدف الزيارة بحث مسار العقوبات الأمريكية الجديدة على ميليشي حزب الله اللبناني فخلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي تمت مناقشة اقتراحات مشددة تهدف إلى تشفيف منابع تمويل شبكات حزب الله المالية التي ثبت ارتباطها الوثيق بإيران إذا أراد أحدهم كقاسم سليماني أن يذهب حزب الله للقتال في سوريا لم يعد أمام حزب الله خيارات أخرى لذلك نراه في سوريا رغم الاعتراضات داخليا إقليميا ودوليا كما نرى حزب الله يدرب الحوثيين في اليمن وغيره وانطلاقا مما تقدم في جلسة الاستماع بدأ قطار العقوبات يسلك طريقه التشرعي نحو الإقرار وذلك أما من خلال قانون جديد أو من خلال إجراءات إضافية تلحق بالقانون القائم المتحدثون قدموا إثباتاتهم حول الشبكات المالية الواسعة التي يملكها الحزب في العالم شبكات مالية قالوا أنها تتناول عمليات تبييد أموال وتمويل تجارة المخدرات وغيرها من العمليات التي تمتد على مساحة أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية كما شدد المتحدثون على ضرورة القطع بين الحزب وإيران الممول الأساسي للحزب لكن رغم وضوح المواقف الأمريكية تجاه ميليشيا حزب الله فإن مصادر لبنانية مشاركة في المحادثات مع واشنطن أكدت للعربية أنها تلمست تفهما من الإدارة الأمريكية للوضع اللبناني مميزة بين الدولة اللبنانية والميليشيا حفاظا على استقرار لبنان المالي جيلان فطيري العربية